أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا صحر مبين بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نتناول اليوم البحث العقائدي تحت عنوان وحدة الأديان في القرآن والسنة والتوراة والإنجيل تعد مسألة التوحيد مسألة مهمة وأساسية في كل الديانات السماوية وهي أساس وحدة الأديان فالإمام الحسين عليه السلام عمل على ترسيخ التوحيد في ضمير الأمة وشعورها به وأن التوحيد في نظر الإمام الحسين كان من المبادئ الأساسية التي يبتكز عليها الدين والإيمان وهذا ما كان عند الأديان الأخرى لقد قدم الإمام الحسين عليه السلام على مذبح العشق علي الأكبر والقاسم وعبد الله القضيح عليهم السلام وهو يردد تركت الخلق ضررا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني بالحب إقبا لما مال الفؤاد إلى سواك فالمعشوق الأوحد والحقيقي عند الإمام الحسين عليه السلام هو الله وهو يستدل على وجود الله بالله فيقول إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك أن يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غدت عتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت عتى تكون الآثار هي التي توصل إليك ومن الضرورات التي أكدت عليها كل الرسل والعنبياء والكتب السماوية أيضا هي الأخلاق والفضيلة وتعتبر الأخلاق من أهم طرق الإصلاح والتربية وعلاج الجانب السلوكي للإنسان وأن الإمام الحسين كان رمزا في الأخلاق ومدرسة في وضع طرق الإصلاح والتربية والتكامل فأسسه وزرع الإمام الحسين في ضمير كل شخص ومجتمع الأخلاق الحسنة والفضيلة ومن صوره الخلقية العطف على قاتليه فالمشاعر الحارة والهيجان الثوري لم يمنحوا من الالتزام برفض والعطف واللطف حتى على الأعداء ففي طريقه نحو كربلاء واجه شريحة من عسكر ابن زياد وهم ما يقارب من ألف مقاتل وكانوا عطاشا مع خيولهم فأمر الإمام الحسين عليه السلام بأرواهم وسقي خيولهم وقال سق القوم أروهم من الماء ورشفوا الخيل ترشيفا ومن المعاني الأخلاقية التي جسدها الإمام الحسين عليه السلام نقتبس بعض العبارات مما كتبه الفيلسوف الألماني ماربين في كتابه السياسة الإسلامية إن الحسين مع ما كانت له من المحبوبية في قلوب المسلمين كان بإمكانه تجهيز جيش جرار لمقاتلة يزيد لكنه قصد من استشهاده كشف المظلومية وإبشاء ظن وبني أمية وإظهار عداوتهم لآل النبي فالإمام الحسين عليه السلام بهذه الأسس المثالية التزم بمبدأ أخلاقي هو أنه يرفض بدء القوم بالقتال وقال ما كنت لابدهم بالقتال وشعار الإصلاح رفعه الأنبياء والإمام الحسين عليه السلام قال الإمام الحسين عليه السلام ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وإن ما خرجت لطالب الإصلاح أعمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وكانت تضحية الإمام الحسين من أجل الإصلاح فإذا معنا النظر فيما قاله الإمام الحسين عليه السلام نجد أن ثورة كربلا هي امتداد للثورات الإصلاحية التي قام بها الأنبياء والرسل بمعنى أن وعدة الأديان كانت بالحسين عليه السلام أما مفهوم التربية والإصلاح فهو واحد عند الديانات وذلك لأن ثوابت الدين واحدة فإذا كان لرسالة الإصلاح أن تستمر في التربية والهداية فهذا يستوجب التضحية والافتداء من أجل الاستمرار ولذلك نجد صمود النبي إبراهيم عليه السلام أمام النهرود وموسى عليه السلام أمام فرعون وعيسى عليه السلام أمام الكهنة والسلاطين والإمام الحسين عليه السلام أمام يزيد المارخ عن الأخلاق والدين فكل الرسل والأنبياء والأوصياء وكل الكتب السماوية أكدت على أن معنى الإصلاح هو تحرير الإنسان من قيود الجهل والفساد وأن يكون العقل والفكر هو سلاح الإنسان في معرفة الإصلاح والتشخيص وتشخيص الفساد والمنكر فإن الديانات تدعو للإنسان أن يتمسك بعقله وفكره لأن ذلك لأن ذلك يحرر الإنسان من العبودية للشيطان بل إن العقل والفكر يصنع من الإنسان الرجل الرسالي صاحب المبدأ والإصلاح وفي الختام نقول أن جريمة قتل الحسين وما جرى عليه وعلى أهل بيته وأصحابه كانت كاشبة لكل الجرائم التي ارتكبت بحق الرسل والأنبياء والأوصياء وإنما حل في كربلاء كان يجسد الصراع منذ خلق الله آدم إلى يوم الدين هو صراع الحق مع الباطل والخير والشار والصدق والكذب والعلم والجهل السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه وسلام ورحمة الله وبركاته هذا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين